السلام عليكم مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال التقس من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر أمطار ثلوج ودرجة حرارة جد باردة ستميز أغلب المناطق الشمالية بداية من يوم السبت إلى غاية يوم الاثنين القادم بحول الله نستهل نشاطنا الجوية كالعادة بصورة القمر الاصطناعي والتي توضحنا تمركز بعض السحب الكثيفة كما نلاحظ في الصورة على المناطق الغربية وصول إلى غاية المناطق الوسطى وحتى على الجنوب الغربي وصول إلى غاية وسط الصحر وحتى على مرتفعة أهكار والتاسيلي أما بالنسبة لحركة الرياح ليوم السبت بحول الله ستكون الرياح من معتدلة إلى قوية نوعا ما وهذا على أغنب المناطق الشمالية وحتى الجنوبية وما ستكون رياح غربية كما نلاحظ في الصورة إلى جنوبية غربية ستراوح صورتها ما بين 40 إلى 50 كم في الساعة نمر الآن لتوقع التقس لصابحة السبت بحول الله كما نلاحظ في الصورة أجواء منطرة وهذا على أغلب المناطق الشمالية للوطن مع تساقط إن شاء الله بعض الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها الألف متر بداية وهذا على المرتفعات الداخلية الغربية والوسطى فقط بين جنوب تبقى ديمة الأجواء على العموم غائمة جزئيا مثل ما نلاحظ في الصورة على أغلب المناطق الجنوبية مع تمركز بعض الصحب الكتيفة احتمال هذه الصحب أنها تمت بعض القطارات من الأمطار من فترة إلى أخرى وهذا على منطقة الصورة بالإضافة إلى كل هذا كما نلاحظ في الصورة زوابع رملية أيضا حتى انشط هذا على الجنوب الغربي وسط الصحراء وصول إلى غاية شمال الواحد وحتى على مرتفعات الأهكار والتاسيلي أما بالنسبة لدرجة الحارة نسجلوها لصباحة السبت بحول الله ومع قدوم الإضطراب الجوي إن شاء الله درجة الحارة ستعرف إنخفاض محسوس لتصل إلى درجتين فقط بمدينة الجلفة وتيات نسجلو أربع درجات فقط بمدينة البيض حتى مدينة الصيف كذلك باتنا ثمان درجات فقط نسجلوها بوهران عشر درجات بجزيرة العاصمة 12 درجة بمدينة عنا ثمان درجات فقط نسجلوها بمدينة تيزي وزوز الدرجات بتلمسان ثمان درجات فقط ببشارة عشر بمدينة تندوف كذلك أدر حتى منطقة عين صلح وغردية كذلك مدينة تأورغلا نسجلو تسعة درجات فقط بمدينة الويت ناشن درجة بتمانس وستاشن درجة بأقصى الجنوب بمنطقة عين قزان أنا بالنسبة لتوقعات التقص لظهيرة السبت بحول الله ومع قدوم الإضطراب الجوي هنراحض أجوال ستكون ممطرة أمطار غزيرة إن شاء الله ستكون معتبرة يمكن أن تصل على السواحل إلى 50 ميلا متر محليا وهذا على أغلب السواحل وحتى على المناطق الداخلية أقول مع تساقط للثلوج سيبقى دايما مستمر على المرتفعات الداخلية الغربية الوسطى وحتى الشرقية التي يصل علوها الألف متر بالمناطق الجنوبية ستبقى دايما الأجوال العموم غائمة جزئيا على أغلب المناطق الجنوبية مع بقاء دائما تمركز بعض السحب الكثيفة وهذا على منطقة السورة وكذلك زوابع رمليا أيضا كما نلاحظ في الصورة تنشط على الجنوب الغربي تبقى دايما تنشط على وسط الصحراء أقصى الجنوب كذلك على مرتفعات الأهقار والتاسلي وحتى على جنوب الواحات هذه الوضعية الجوية ترفقها درجتها وقصوى هي الأخرى تعود ترجع لمعدلها الفصلي لتصل إلى 12 درجة بمدينة وهران كذلك تلمسن حتى تزوز نسجل 7 درجات فقط بمدينة البي 18 درجة بلج الفاو وتيارة 14 درجة بلج جزائر العاصمة 15 درجة بمدينة عنا 6 درجة فقط نسجلها بمدينة الصيف كذلك بيتنا 22 درجة نسجلها بمدينة بشار 24 درجة بمدينة 229 درجة بأدار أجوح تكون حارة بالجنوب وهذا بسبب رياح جنوبية غربية لحتى تخليدت شهر الحق 30 درجة بمدينة عنا 32 درجة بعنقزان 28 درجة بيتامانس كذلك مدينة ورغلة نمر الآن إلى إطلالة خفيفة على سواحل الوطنية حيث سيكون البحر اليوم السبت بحول الله بداية من سواحل بنصف نحو وهران مستغنم تيب بازا جزائر العاصمة إلى غاية بومردس سيكون بحر مضطرب إلى هائج وفق رياح جنوبية غربية إلى غربية مثل ما نلاحظ في الصورة ستتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة أما من سواحل مدينة بيجين هو جيجي سكيدا عن نبا إلى غاية القالة سيكون بحر قليل اضطراب لكن وفق رياح جنوبية غربية تبقى دائما سرعتها تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة قبل أن نختم نشرتنا الجوية نتجه اليوم لولاية تلبسان والتي تقع غرب الجزائر والكتبع عن الجزائر العاصمة أقول بحوالي 648 كم والذي يحب تزياد المدينة خلال أيام القليلة القادمة فإن التقص بها سيكون شتوي منطر وهذا بداية من يوم السبت إلى غاية يوم الاثنين القادم بحوالي مع درجة حارة دنيا احتراوح ما بين 4 درجات إلى 7 درجات خلال الصباح وما بين 10 درجات إلى 15 درجات خلال الظاهرة الرياح تكون ضعيفة متى 35 كم في الساعة أما نسبة الرطوبة تكون نوعا ما معتدلة لتصل إلى 60% في الأخير نختم نشرتنا الجوية بورقة المعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذا مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختم نشرتنا دومتوم في راعت لا وحفظه السلام عليكم